وينضم إلينا مراسلان من الحدود اليونانية التركية محمد الفنيش ومن اسطنبول على صبيحات دعني أبدأ معك محمد ماذا عن الإجراءات التي اتبعتها اليونان وانتشار الجيش اليوناني على الحدود هناك انتشار للجيش على المعبر خاصة على معبر كيبي ومعبر كاستيانس الفاصلة بين تركيا وهذا الحضور هو حضور بحسب بعض المراقبين مبالغ فيه نحن نعلم أن هناك تهديدات بسبب اختراق بعض الجماعات المتطرفة لصفوف المهاجرين وهذا ما تحتج به بعض الأحزاب اليونانية أو بعض الأحزاب كذلك الأوروبية خاصة اليمينية منها على أن الجماعات المتطرفة أو بعض الارهابيين قد يخترقوا المهاجرين ويصلوا إلى أوروبا وهذا ما صرح به برلماني يوم أمس لقناة الغد برلماني من البرلمان الأوروبي الجيش يضاعف من حضوره على الحدود يبني حواجز يمنح حتى حضور الصحفيين على الحدود بالرغم أن الحدود اليونانية لا يوجد عليها مهاجرون لأن المهاجر عندما يقطع من الحدود التركية إلى الحدود اليونانية ياما يعتقل من طرف السلطات اليونانية أو يتم ترحيله إلى المخيمات أو يستمر في رحلته في تجاه أوروبا عبر بلغاريا ودول أخرى وبالتالي نشاهد المهاجرين بالألاف على الحدود الأخرى على الحدود التركية أو نشاهدهم في المخيمات اليونانية لكن ميدانيا على الحدود اليونانية البرية هنا أتحدث يوجد فقط حضور قوي للجيش حضور قوي كذلك للصحافة اليونانية والصحافة الدولية تتبع للأحداث هناك كذلك تحس على الحدود أن هناك قومية يونانية إنجاز هذا التعبير مبالغ فيها تشاهد المنازل ترفع الأعلام وعلى تقريبا على عديد من المنازل اليونانية الأعلام اليونانية المواطنون يقدمون الهدايا للجيش هناك كأنه يحسون بأنه هناك اختراق من طرف المهاجرين بسبب قطاب اليمين المتطرف الذي يقول أنه غزو تركي لليونان والأوروبا ابقى معنا محمد أتحول إلى علام صباحات من اسطنبول علام ما هي الإجراءات التي تنطوي عليها تصريحات أو بالأحرى تهديدات أردوغان أردوغان تعهد اليوم خلال كلامه في اجتماع كتلة حزبه البرلمانية بأن تركيا ستواصل سياسة فتح الحدود وقال إن هذا الأمر كان قد هدد به أوروبا في وقت سابق ولكنهم لم يأخذوا هذا التهديد على محمل الجد وإن أنقرة بناء على هذا التصريح بناء على هذا الموقف من إردوغان قد فتحت حدودها أبوابها تحديدين رسميا وأن هذا الأمر سيتواصل في الأيام القادمة ما لم تستجب أوروبا للمطالب التركية المختلفة في شتى المجالات ونأخذ هنا بالاعتبار المحادثات التي أجرها إردوغان في بروكسل مع قادة الاتحاد الأوروبي وبالتالي إردوغان والجانب الرسمي التركي يقول إن أنقرة ستواصل فتح الحدود عند حدود الاتحاد الأوروبي سواء مع اليونان أو مع بولغاريا وإن هذه السياسة ستتواصل حتى يتم تحقيق المطالب التي قدمت من جانب أنقرة إلى جانب بروكسل أو الاتحاد الأوروبي وهذا أيضا يستخدم كوسيلة ضغط إضافية في الاجتماع الذي سيعقد يوم الثلاثاء القادم بين إردوغان والرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية في إسطنبول وبالتالي التصريحات التي أدل بها إردوغان اليوم هي موجهة أولا أداء إلى بروكسل أولا وثانيا للقادة الذين سيجتمع بهم في إسطنبول في يوم الثلاثاء القادم إردوغان مصر على هذا الموقف ويقول أن فتح الحدود لن يتغير وهذا وسيلة ضغط قوية بيد إردوغان بحسب الكثير من المراقبين إذن مراسلانا من إسطنبول علام صبيحات ومن الحدود اليونانية التركية محمد الفنيش شكرا جزيلا لكم